السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أرحب بكم أجمل تنحيب في المحاضرة الثامع عشر لمادة إدارة التفاوض وحل النزاعات عنوان المحاضرة مهارات متقدمة ومتنوعة في التفاوض خلال الفصول الماضي استعرضنا مجموعة من المهارات ومجموعة من المواصفات للمفاوض الناجح الآن عندنا مهارات متقدمة وعندنا مهارات مختلفة بدنا نحكي عنها بشيء من التفصيل أول مهارة عندنا مهارات جمع وتحليل واستخدام المعلومات بدأنا نبد من الإشارة إلى أهمية ومكانة المعلومات في الحياة المعاصرة بشكل عام أجمل الأوصاف للمعلومات بالمعلومات يقاس حضارة أي أم من الأمم هو بما تمتلكه من المعلومات المعلومات هي السلطة أيضا تبنى القرارات على المعلومات بل وتعتمد دقة القرارات في 90% منها وتعتمد دقة القرارات في 90% منها على المعلومات بدون المعلومات يصبح الرأي أو الحكم على الأشياء قائما على الاجتهاد والتصور الشخصي وعلى التحمين تستند المفاوضات بجوانبها المتعددة وبصورة قوية على المعلومات ذلك أن طبيعة هذه العملية تعتمدها بدرجة كبيرة على مقدار المعلومات المتاحة إلى المفاوضين المتفاوضين عفوا لا مفاوضات بدون معلومات وأن المتفاوض الذي يجلس إلى مائزة المفاوضات دون أن يتزود بالمعلومات المطلوبة كالمحارب الذي يدخل ساحة اقتتال وهو آثل لا يوجد معه أي سلاح إن تمييز جوجة كثير من الاجتماعات التي يتخذها المتفاوض يعزف الغالب إلى جوجة المعلومات ذات السلاة بعضوض التفاوض تعتبر المعلومات وتنظيمها من أولى المهام الرئيسية في التفاوض بحيث يتم تجميع البيانات الإحصائية والمعلومات وتصنيفها بالأسلوب الذي يسهل عملية الاستفادة الكفؤة منها غني عن القول ضرورة التأكل من دقة وأمانة مخاضر المعلومات وإخطاعها إلى عملية تحديث مستمرة في طوء المستجدات إضافة إلى ضرورة التمييز بين المعلومات الرسمية وغير الرسمية ومن أطراف ثالثة يستفاد من تعدد مصادر المعلومات إضافة إلى الفوائد الأخرى في جانب التأكيد أو التحقق من صحة المعلومات ودقتها إن أسلوب طرح الأسئلة والاستفسارات خلال المفاوضات يعتبر مصدراً هاماً آخر لهذه الأغراض وعلى المتفاوض الماهر أن يدرك فائد التحضير الأسئلة الرئيسية ويعرف ما هي هذه المعلومات التي يريدها والطريق الأفضل في السؤال عنها والأسئلة البديلة للحصول على هذه المعلومات الحركات والإجراءات التي يقدم عليها المتفاوضون عند الافتتاح تخلق في أحد جوانبها المناخ اللاحث للعلاقة بين الأطراف وفي جوانبها الأخرى تقدم المعلومات الخاصة بشخصية ومواقف ونوايا كل طرق تجاه الآخر تعتبر جلسات التفاوض سيما جلسة الافتتاح على قصر أمدها مصدراً بناءًا للمعلومات ينبغي فيها على المتفاوض أن يستشف وبسرعة عالية أي إشارات يمكن رصها لدى الطلب الآخر اعتماداً على خبرته ومهارته وأسلوبه التفاوضي لتكوين انطباعات محددة قد يكون لها تأثير كبير على المراحل اللاحث يعتبر الإصغاء من إحدى طرق الحصول على المعلومات المضافة خلال المفاومات والتي تزيد من قوة المتفاوض والتي ينبغي أن تتقن بصورة صحيحة وإيجابية كالنظر إلى عيني المتحدث وتشجيعه على الاستمرار بالحديث وقد قيل أن المرأة مخبأة تحت لسانه المهارة الثائية هي مهارة الاتصال وتبادل المعلومات أولى العديد من المهتمين بالمفاوضات اهتماماً كبيراً بعملية الاتصال تعتبر المفاوضات بحد ذاتها عملية طوي على تبادل الآراء والرغبات والاهتمامات وأنه لا يمكن لهذا التبادل أن يحدث دون حدوث الاتصال بين الأفراد يعتبر الاتصال فناً من فنون التفاوض الاتصال هو أكثر معناصر أهمية في فنون التفاوض ذلك أن المفاوضات تهدف إلى إقناع الطرف المقابل بوجهة نظرك والوصول إلى اتفاق الاتصال هو مهارة تفاوضية تعتمد على الأسلوب الذي يطور فيه المتفاوض من حيث الاستخدام والتأثير قدرته على الاتصال الفعال أيضاً هناك ظهورة بأن يطور المتفاوض مهاراته الخاصة في ملاحظته إلى اختلاف وجهات النظر في الاتصال والعقبات التي تعترضه وأثر الأشخاص في ذلك الأفراد يختلفون بطبيعتهم ولكل الأسلوب الخاص كذلك تختلف أساليب الاتصال بدورها باختلاف الحالات التفاوضية والهروف السائدة لغرض تحسين الاتصال بين الأطراف هناك عدداً من الخطوات العملية من بين أهمها أولاً خلق المناخ الودي اثنين عرض المعلومات بصورة مبسطة ثلاثاً الاستفادة من وسائل الاتصال غير الشفاهية الإنصاف بصورة جيدة والتركيز وتسجيل الملاحظات وطلب التوضيح والتحقق يتأثر التفاوض بأنماط الاتصال الشفاهي ويستغل المتفاوضون أنماطاً متنوعة منها التماس وإعطاء المعلومات أو تقديم المقترحات الاتفاق أو الاختلاف إن أنظمة الاتصال في المفاوضات أكثر سعة من كونها مجرد مجابها بين فرقاء على مائدة التفاوض من بين أساسيات الاتصال التي يؤكد عليها خبراء المهارات القدرة على الإصغاء وفهم لغة الجسم أو لغة الجسد كما أن الإصغاء من أصعب المهارات سيماً للمتفاوض المبتدئ فالإصغاء الجيد يتطلب من المستمع القيام بعدة عمليات في آن واحد تخييم ما يقوله المتحدث ويراجع ويتربأ بما سيقوله لاحقاً إضافة إلى إعادة ربط واستذكار هذه العمليات بكاملها يتطلب الإصغاء من المتفاوض التركيز على ما يقوله المتحدث وليس على ما يرغب هو قوله لاحقاً هنا تبرز أهمية تدريب المتفاوض على الإصغاء وفهم وإعادة صياغة العبارات والكلمات التي يتحدث بها المقابل وبنفس الأهمية أيضاً فهم ما وراء الحديث ومين طياته والمعنى المقصود من وراء المعنى الحرفي لما يقوله إن اعتماد أسلوب التساؤل وطرح الأسئلة خلال التفاوض له وضائف خمس هي إثارة الاتباه للبداية وتقديم المعلومات الحصول عليها أيضاً استحذاذ التفكير لدى الطرف الآخر استخلاص المتائج واتخاذ القرار المهارة الثالثة وهي مهارة اليقظة والتركيز خلال التفاوض تعني مدى استطاعة المتفاوض في أن يركز على سير المفاوضات ويلخص نقاط الاتفاق وأوجه الاختلاف سيما في المفاوضات الطويلة اليقظة هي عكاس لمدى قدرة المتفاوض على الاستمرار في إمساكه بخيوط وجوهر موضوع التفاوض قيد النقاش ولفترة طويلة ومتعبة في غالب الأحيان إن هذه المهارة كقدرة تنعكس في طريق التفكير المتفاوض تجاه الحالة التي قد تنشأ وفي اختيار للأثليب العملية لمعالجتها بحيث تتم هذه العملية خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً على مائدة التفاوض إن اليقظة مهارة أساسية ينتسبها المتفاوض من خلال أمران وضبط النفس ورياضتها المران عفواً وهو التمرين فاليقظة والتركيز مهارة معرفية وإدراكية معرفية في كونها قابلة للخلق والتطوير والتدريب وإدراكية في كونها تعتمد على مدى وعي الفرد واستجابة لعوامل توافرها واستشعارها عند الحاجة اليقظة عند المتفاوض أداء لتحقيق حالة إيجابية خلال عملية التفاوض تنعكس في الفعل الإرادي البديهي والفراسة وحسن التبصر في إخراج الاستجابة بالشكل الموضوعي لصيغة الحالة المطلوبة مع الطرق أو الطرف المقابل إن العلاج الناجع لتعزيز حالة اليقظة هو التحضير والتهيئ للمفاوضات لأنه يشد من الحالة الإبداعية لدى المتفاوض قبل أن يبدأ فعل التوتر في المفاوضات التيقظ تكون عالية في بداية المفاوضات ولكن سرعان ما يبدأ مستوى هذا التركيز بالهبوط ويستمر كذلك حتى يدرك الأفراد أنهم وصلوا أو تشارفوا على نهاية التفاوض عندها تكون هناك أشبه بالصحوة المفاجهة في هذه الطاقة ولكن فقط لفترة قصيرة هذه العلاقة ما بين الوقت والتركيز لاحظ كيف كلما زاد الوقت زاد التركيز تتصل اليقظة والتركيز بالحال النفسية ومدى السيطرة على الانفعالات فالمتفاوض الذي يسهل أمر إثارته وغضبه يصبح سهل الإمقيات نحو التسوية وهي ليست لصالحه عندما يشعر المتفاوض بأن الطرف الآخر قد بدأ ممارسة الضغط والإغراء مثلا عليه أن يحتاط منه من خلال استخدام واحدا من أثريب التحكم الأربعة التالية أولا التحكم بجدول الأعمال والتحكم بالحدود والسوابق والوقت المتاح المهارة الأخرى هي مهارات الإلمان بالمعارف المتنوعة ذات الصلة بالتفاوض ينبغي على المتفاوض إدراك أهمية وتأثير مكونات البيئة الخارجية بأخبارها جوانب أساسية مكملة لعملية التفاوض واستحبارها بصورة دائمة على مائدة المفاوضات من هذه المكونات الجانب السياسي ويبرز تأثير هذا الجانب على الدوام في جميع أشكال المفاوضات الجانب الاقتصادي ويعتبر هذا الجانب من أهم الجوانب التي ينبغي مراعاتها عند التفاوض الجانب القانوني يستند المتفاوض في كل إجراء يقدم عليه إلى سنة قانوني يعين على تنفيذ هذا الإجراء الجانب الحضاري أن لطبائع الشعوب وتاريخها وأجناسها وثقافاتها انعكاسا واضحا على سمات أفرادها وما لهذه السمات من تأثير على مواقفهم التفاوضية أيضا الجانب الإداري غالبا ما يعتمد نجاح أو فشل العديد من المفاوضات على جوانب إدارية وتنظيمية لا يرى المتفاوض أهميتها باعتبارها جوانب شكلية المهارة الأخرى وهي مهارات اعتماد الاستراتيجية المناسبة والتكتيك والمناورة يعتبر موضوع الاستراتيجي من أهم الخصائص التي تميز صريعة المفاوضات وتحديد أهدافها أصبح اختيار الاستراتيجية المناسبة والتكتيكات الضروية لتحقيق الأهداف المرغوبة مهارة أساسية تهدف إلى تسليح المتفاوض بالوسائل والأسليب التي تجعل قادرا على مقابلة الطرف الآخر إن الاستراتيجية والتكتيك في المفاوضات التجارية هي ذاتها في العديد من جوانبها لتلك المستخدمة في المفاوضات الأخرى إن الاستراتيجية هي خطة العمل الأساسية المختارة لإنجاز هدف ما وإن التكتيكات هي الوسائل التي يتم بواسطتها تنفيذ هذه الخطة إن الاستراتيجية هي الخطة الشاملة التي تتضمن تحديد الأهداف ووضع السياسات والأساليب لتحقيقها أما الوسيلة فهي أسلوب أو الطريقة المستخدمة لتنفيذ الاستراتيجية إن الاستراتيجية ما هي إلا عملية التخطيط للمفاوضات وتوجيهها نحو إنجاز الأهداف أما التكتيكات فتتصل بالحركات والمناورات المعتمدة في تنفيذ الاستراتيجية هناك عديد من الاعتبارات المهمة التي تؤثر على اختيار الاستراتيجية المنائمة بينها ما يلي مدى احتمالية تكرار الصفقة قوتنا وقوة الطرف المقابل أهمية الصفقة الوقت وأيضا الخبرة التفاوضية المهارة الأخرى وهي مهارات اتخاذ القرار التفاوضي إن عملية صنع القرار في المفاوضات هي ليست من أجل صناعة قرار واحد ولكنها تشتمل على سلسلة من القرارات المتعاقبة والمترابطة إذا جميع الإجراءات والخطوات التي يقدم المتفاوض عليها خلال المراحل المختلفة لعملية التفاوض المفاوضات هي نظام لاتخاذ القرار يتصف بمزيج من المصالح المشتركة والمتعارضة للأطراف المعنية باتخاذ القرار لم تلقى عملية صنع القرار في المفاوضات اهتماما مناسبا إذ غالبا ما يكون إهمان هذه المهارة لحساب جوانب أكثر إثارة في المفاوضات مخترحات لتطوير إدراك المتفاوض أو المتفاوض لعملية صنع القرار في المفاوضات وذلك من خلال التركيز على أربعة مجالات رئيسية هي النماذج الاختصادية وتركز هذه النماذج على كيفية قيام الأفراد بعملية اتخاذ القرار في المهام التفاوضية في حالة من العقلانية التامة تنطلق هذه النماذج من تفسير مفاوض أن الإنسان يتصرف برجد وعقلانية عند التعامل مع الأفراد أو المنظمات وذلك للنزع الاقتصادية المثالية في أسلوب تفكيره وطبيعته هدف مثل هذا الإنسان هو تحقيق أكبر منفعة من المعطيات البيئية النماذج الإدارية أيضا توضح هذه النماذج كيفية قيام الأفراد بعملية اتخاذ القرار في المهام التفاوضية وفي حالة من العقلانية التي تندفع لتحقيق قدر مطلوب من الرضا تنطوي هذه النماذج على أمر مفاده أن السلوك الرشيد للفرد أو المنظم يتجه إلى المفاضلة بين البدائل المتاحة وأن اختيار البديل الأفضل والأنسب من بين البدائل المتاحة يعد تعبيرا رشيدا عن قدرة الإدارة في المفاضلة واختيار البديل السليم إن هذه النماذج ميزة بين نوعين من الرشد النوع الأول الرشد الموضوعي ويمثل السلوك العقلاني في اتخاذ القرار لتحقيق أعلى المنافع التي يمكن أن توفرها البدائل النوع الثاني هو الرشد الذاتي وهو الرشد الذي يستطيع الفرد من خلاله تحقيق المنافع الممكنة وذلك بالمفاضلة بين البدائل المتاحة وبحكم محدوديتها المحددات الهيكلية أو الموقفية لنتائج المفاوضات كالمعلومات المختلفة والتوقعات أو تأثير الخصائص الأخرى المحيطة مثل صيح تدخل أطراف ثالثة في حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود الفروقات الشخصية فيما بين المتفاوضين مثل الميل إلى التنافس التعاون إثارة المشاكل الجدال الثرثرة حب الذات وما إلى ذلك من فروقات مألوفة هذا الشكل يبين التكوين والوظيفة لمهارات الإقناع لاحظ كيف كمهارة مهمة جدا في التفاوض مهارة الإقناع لاحظ أن قدرة إدراكية قدرة نقدية وقدرة إبداعية لاحظ القدرة الإدراكية تعني الإدراك الجيد الفهم الذاكرة النشطة اليقظة العقلية الإنصاف الجيد أما الخدرة النقدية تعتمد على التحليل والتركيب والاستدلال والحكم أما الخدرة الإبداعية فتعتمد على الابتكار المرونة الطلاقة ودقة التعبير والآن بترككم مع الفيديو الخاص في هذا الفصل أتمنى أنه تستمتعوا في المشاهدة ترجمة نانسي قنقر 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 ذلك I And I wanted to know And I enjoy that so much I get a lot of pleasure You know what happens to me after I eat that chocolate I go from this position of pleasure to this terrible اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ما يبقى لما يجبون أن يتشعر فيه من طريقة ما يجب أن تشعر فيه تقلص ببارباً فيما يمكنك تشعره Cou framجمع ما نحن نحن ذكره فاننا نحن نعم كل ما نحن نعم ليم لاحقا من للفهم ونحن نعم ونحن نحن ذكره أنه من أrants أنه من أشهر çaัد Wir взääd وتحسين and we have said that your feelings the smell of mine predominantly affects the way that you do so now here's the question I have if that is true where do you and I get our feelings those feelings that we have what is their source where do they come from because if you want to change the way I feel you must first know المترجم للقناة 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 ثم نفكر و يقول إنه إذا كان هذا الأمر سأفعله سأفعله بشكل مختلف سأفعله بشكل مختلف سيكون لديه سأفعله بشكل مختلف سأفعله بشكل مختلف سأفعله بشكل مختلف سأفعله بشكل مختلف وحجوم سأُفعله بشكل مختلف عن خيء مختلف مرحباً ما يساعدين؟ إنه يجب أن يساعدين من شيئاً إنه يساعدين ربما أنهم تقول لك المثالين يساعدين تأكد حقيقة تحرك وكذلك يساعدون عنه لأنهم تحركوا تحركوا سيارة حسنًا دعون أن هذا صحيح يجب أن هذا موضوع أنه سميل بجانبه إنه سفل لتحييل سميل بجانبا ، تتنمي ، سميل بجانب من شخصه سميل بجانب اول مدين بجانب فإنه سميل بجانبه ترجمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هنا drivers. ��라 ادله اد �platz هناك كانت Ludovic هناك تدير الشيخ الكريم والموب نفتره حلو كما نفتره فأمس الطفل أنقاط النسائجات خاصة بحب chأول مبادر إنه شخصي يستطيع يوجد أحدنا إذا قد نفتره وفرنا لك وما الأرجي أن تنهب نحن لك تجربة نحن بحب أنحن نحن بحب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 وهزمان كلها تبعب بجدال جميل أنه يفعل هذه الاساساسي ففصلت مع هذا الناس لكي على هذه الناس لدفاع ومع السيادة لا يستطيعونهم ومع ذلك يشعرونهم ومع ذلك يستطيعون أن تفعله وما يجب أن يكونون سيديون هذا الأشياء هناك الكثير من las إنتاج عندما تذهب لدفاع سيقوم بحثة الثانية ترجمة 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 نانسي قنقر 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 ماذا يجب أن الدنيا سمع أشهر؟ أننا مرحبا بسبب أشهر؟ لماذا نفعل الدنيا؟ لأن هناك فسن مفهولة فرائلة وظائل الدنيا عندما ايها الدنيا كانت بكل يعني أن يقول أن الدنيا في الناس سيئا ي carrier ومعني أكبر ومعني بالتالح أن تتقليدا فريق البلد أن يتكلم أن أصدقات مخلوق الوضع ونسبت أن يكون مجال أمي المجال أن أفاهم للخطر خبرها ثاني اتبع أشخاص ببعدي المعدي في فتقس tay المدين من فتح الأسفل تذكر الأسفل ليس فتح الأسفل تتذكر السفل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر هو بالنسبة لي من الموصلات أننا وما أصحابي قد ن människor يمكن البعض وقد نفتقل مع جميع والشخصة وما يمكننا أن نتحق بلعابنا لقد أصحابي يمكننا أن مدينة اليوم لس Pit Note Today وقد أن لديك إيجابي يجب أن يقوم بيئة يجب أن يجب أن يكون مستخدمات الهيئة من التجارب المفترض ويجب أن يجب أن يكون مستخدمتها تفايل المفترض للمساعدة المنائمة اليوم بعيدة هذه البعض المعديدة هي سمي لأجدها حيث أنه يكون مفترض لدينا نفسنا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ترجمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لمن تسرق بفراكم اجتمام الفقر ولكنك تسرق بين الإسلام التي سترق بتحرق بالكfree من قبلنا لم ينسبه في هذا العالم ولكني على قد أغرق سلق لك ولكنك تسرق بفراكم لك تسرق بخداع لك أحساس لك تسرق بخلاع بخلاع لأسهم عليك لأنني أسترق بخلاع لقد تسرق بخلاع أنه لو قدلنا أنر من قبل أن تسرق بخلاع لم نتعلم تسرق بخلاع تتخطينا إلى المعرفة من أجساء من خلال خلال خلاله ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر probably hurting remember that second thing you need to do is ask yourself the question does it really matter third we need to forgive whatever might have been done sometimes it's in our imagination obviously not often but sometimes we فقا نحن كفا ل RESPAR. ما هي الأحذر لقد محسنًا وإن الجبب يعاني وانا لا يمكننا الشعر لن نحن بعد ثم نحن متعاعدée ثم نحن نجمع ما يستطيع فعله سنفذت إسنة أريقناً تعالى إن خيار وقى سيديو القتال حيثتك إن�내에 دعية موسيقى 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 علم. آه وجدت بكثيرًا على التي تعلم أنهم مزيدًا في الثانية. لكنها رأي عمله أمروا هنا بما فيها في الوقت. حديث ذلكري فيها في النساء، أبداً لقد تبعزًا لكي درامماً على سبيل. أجدًا، المميئة بيضًا ليس نظرًا. هذه والسيقانسة أعلان موجودة لنا بحاجة. أنا نعيك بحاجة عدة случرية أفضل. أم لذلك أفضل يحتاج بحاجة أفضل. أم لذلك أفضل بحاجة أفضل بحاجة أفضل. I was there for lunch and incidentally although I was over there often for lunch that does not mean that we did not have plenty to eat at my house even though there was a depression on I know we had plenty because every time I pass my plate for seconds they'd always say no, you've had plenty so I know that we had plenty to eat at my house well on this particular day they cut the biscuits out and I looked at them and I said Mom, what on earth happened to these biscuits ويجب دعوه بسبسك. ويجب دعوه بسبسك. ويجب دعوه بسبسك. آه طيب سياسوه التي اقترفت قواه في継 تائي. ولكنت انتت استخدم قواه بالجوان. اضعوا لماذا نفتحق بالجوان؟ يجب دعوه يجب دعوه لكما أصبحت قواه بالجوان؟ يجب دعوه الفامناء التفاهم من التفاهم ليلونه من تفاهمي. المترجم للغاية المترجم للغاية المترجم للغاية. المترجم للغاية المترجم للغاية المترجم للغاية. المترجم للغاية المترجم للغاية المترجم للغاية. المترجم للغاية. المترجم للغاية المترجم للغاية. المترجم للغاية المترجم للغاية. المترجم للغاية المترجم للغاية. المترجم للغاية المترجم للغاية. المترجم للغاية. المترجم للغاية 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 المترجم للغاية. هناك شيئا سيحدث. والموضوع جزءا سوف تكون في قطعة. فلانا هو المسجد. لأنه إنه ليس لك، هل هو ليس لك؟ اجل لديك إجابة. اجل لديك إجابة. لديك إجابة. أنني سألتك. ويجعل لديك. ويجعل لديك. 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 الى هنا بتكون هذه المحاضرة انتهت شكرا لحسن استماعكم وبرحب بتواصلكم واستثاراتكم عبر هذا البريد الالكتروني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته